أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أنا بشكر الرب من أجل كل أحبائنا اللي بشجعونا بكلاماتهم المعزية وعلى فكرة بحب دايما أستقبل أسئلتكم أيضا وإن شاء الرب إحنا خصصنا يوم الاثنين للجواب على أي سؤال أو أي استفسار من تجاهك فأنا بشجعكم أن تتواصلوا معنا أيضا من خلال الأسئلة وكمان أيضا من حبة نسمع منكم فيك تعمل لايك أو شير للشيء اللي بتشاهدوا كما ذكرت أنه أنت بتكون شريك معنا بالخدمة اليوم أنا راح أتكلم عن خمس أمور علي أن أقبلها من شأنها أن تغير حياتي وهي الأمور هي بصراحة لخيرك ولمنفعتك ولخير يعني كل إنسان مثل ومثلك مثل أي إنسان لما أقبلها فعلا بيحدث تغيير في حياتي أول شيء علي أن أقبل محبة الله محبة الله هي من غير أي شرط مش محدودة الله بيحبك وبغض النظر خطياك كبيرة ولا صغيرة مكتوب ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا وأيضا قال الرسول يحنى انظروا أي محبة أعطانا فهي عطية الله أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله هذه المحبة اللي هي طبيعة الله نحتاج كل الأبدية حتى نفهمها حتى ندركها وحتى فعلا نتعلمها بسميها الكتاب المحبة الصادقة أو المحبة الفائقة من ناحية أخرى هاي المحبة هي اختبار باختبرها وأنا علي أقبل محبة الرب كتير ناس بتعيش في القساوة كتير ناس بتعيش بالخطيئة في كتير ناس بتعيش بعدم الغفران عدم التسامح لأنه محتاجة لمسة محبة فالمحبة تسطر كثرة من العيوب المحبة بتغفر المحبة بتشوف الشخص الآخر بمنظار يسوع المسيح المحبة مضحية المحبة تكميل النموس المحبة بتسطر المحبة متفانية المحبة هي أنت بتتحرك من مشاعر ومن قلب يسوع فالمحبة أنا لازم أقبلها عشان أتغير وكل من قبل المحبة أكيد بيتغير شيء تاني اقبل نعمة الرب نعمة الرب بقى ممدودة في كل الأوقات الله لا يتغير الله بحب ينعم علينا سواء بالخلاص أو بعطياء الكثيرة فكلها من نعمة الرب اليوم أعطانا يوم جديد وفرصة جديدة وإحنا عايشين بنعمته حتى لو شايفينها أو غير شايفينها هاي النعمة أحبائي اللي بيتكلم عنها الكتاب التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته كم هي نعمة الرب أو غنى نعمة الرب هاي النعمة لا تعد ولا تحصى ولا تستقصى ولا نستطيع أن نستوعبها بفكرنا المحدود محبة الله ونعمة الله هي موجهة تجاه الإنسان وهاي النعمة بصراحة لا أنا ولا أنت بتستحقها بس أنا بقبلها لأنه أعطي من عند الرب وأنعم علي من خلال يسوع المسيح شيء ثالث اقبل مشيئة الرب وهذا يمكن موضوع صعب لأنه عاوزين نعمل مشيئتنا حتى المسيح قال لتكن لا إرادتي بل إرادتك أن أفعل مشيئتك سررت فإذا مشيئة الرب هي دائما لخيرك ودائما لمنفعتك ودائما إرادة الله صالحة مرضية كاملة ومشيئة الرب حتى لو مش شايفها حتى لو مش فاهمها اليوم أكيد الله رح يفهمك أنا عارف أنه كتير ظروف صعبة وأحوال وأمراض وضيقات وألام وكل أنواع الأمور اللي منمر فيها قرارات في حياتنا شو رأيك اليوم تتعلم أنك تستودع نفسك بين إيدين الرب وتسلم حياتك لمشيئة الرب وعبر قوله لتكن مشيئتك يا رب فإذن أنا محتاج أفهم ما شئته ومحتاج أطيع ما شئته وبنفس الوقت محتاج أن أمتلئ أن أمتلئ من معرفة ما شئته في كل حكمة وفهم روحي شيء رابع اقبل عطايا الرب فهي صالحة وهي كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير عمرك يعني فيك تعد تحكي سنين عن عطايا الله مكتوب كيف لا يهبنا معه كل شيء يعني من خلال يسوع المسيح الله أعطانا والله وهبنا كل شيء مع يسوع المسيح اسمع ما يقول الرسول يعقوب كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران فإذن اقبل عطايا الرب وأخيرا أحبائي اقبل الرب يسوع اقبل الرب يسوع ومع يسوع في كل الامتيازات مكتوب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه فإذن كأبناء للرب من خلال فداء المسيح يعني احنا صار عندنا كل الامتياز وصرنا ورثة مع يسوع المسيح عبر عنها بولوس بقول فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها وأيضا هاي العطية هي عطية الخلاص عطية الحياة الأبدية وأيضا عطية الروح القدس ما أكرم الرب سخي في العطاء ومحب أحبائي فأنا بدعوك اليوم أنك تقبل محبة الرب وتقبل نعمة الرب وتقبل مشيئة الرب وتقبل عطايا الرب وتقبل يسوع المسيح وكل ما معه من خلاص وحياة وفداء وعطية الروح القدس فهو يفيد علينا أنهار تتدفق من البركات صليها اليوم قل لي يا رب افتح قلبي افتح عني حتى أقبلك في حياتي وأستقبل محبتك ونعمتك وأعمل بمشيئتك وأشكرك على عطياك واليوم أتوجك رب وملك على حياتي لأنك أنت أعظم عطية أنت البركة لحياتي ربنا يباركك من فضلك حط لايك واعمل شير مع آخرين شارك في الخدمة ربنا يباركك شكرا جزيلا شكرا جزيلا